رئيسة المفاوضية الأوروبية رسولة فوندرلاين أعلنت عن شروع الاتحاد الأوروبي في دراسة مقترح بفرض إلزامية تقليل استخدام الكهرباء في ساعات الذروة خلال موسم الشتاء البقبل سنقترح هدفا إلزاميا لتقليل استخدام الكهرباء في ساعات الذروة وسنعمل عن كثب مع الدول الأعضاء في تحقيق ذلك لقد حان الوقت لاستفادة المستهلكين من التكاليف المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال سنقترح إعادة توجيه هذه الأرباح الاستثنائية للشركات إلى الدول الأعضاء لدعم الأسر والشركات المعرضة للخطر